سيد رئيس الجمهورية مبارح اتكلم فيما يتعلق بالدعم وما فيش دوء هو قال ان استمرار الدعم ده بيعطل التنمية هديجي تقول لي الله يعني في دول في العالم ما بتعملش دعم اقولك اه طب الفقر هيعملوا ايه ايوه هو ده الصح كلمة الدعم انه كل الناس بتاخد الدعم يعني ايه الكلام ده يعني لما انت تدعم البنزين ويتباع بجنيه وبتنين جنيه فالصفارة الاجنبية اللي بتفاول البنزين تاخد بنزين مدعم والمستثمرين والاسرياء ياخدوا بنزين مدعم طب هنا هو ينفع الحكومة واحنا ظروفنا الاقتصادية صعبة ندعم الكلام ده الاجابة لا طيب ده الدعم ماشي ما تقولوا بقى فيما تعلق بالفقراء ده اسمه برامج الحماية الاجتماعية يعني انت عايز توصل كدولة لمرحلة ما يبقاش في دعم الدعم ده ما ينفعش ليه لانه بيفرد سلعة بسعرين وطالما فيه سلعة لها سعرين يعني رغيف العيش بره منظومة الدعم ورغيف العيش جوه منظومة دعم ده يعمل فساد ما علينا بيه الكلام الاقتصاديين طيب لغيت الدعم جميل هنا لازم في فقرة واحنا عندنا 30% تحت خط الفقر في مصر وفق الاحصيات الرسمية الجهاز المركزي للتعبير العام والاحصاء هنا لازم تقدم بقى برامج حماية اجتماعية زي ايه زي برنامج تكافل وكرامة احنا خلينا البنزين بالاسعار العالمية خلاص ما مفهوش دعم لكن فيه غلابة بيركبوا مواصلات والمواصلات دي مش بدعومة يبقى انا في الحالة دي لما انا اقدم برنامج تكافل وكرامة اللي متوسطه 500 جنيه وعلى كل طالب مثلا بياخد مبلغ فالاسرة بتحصل على 500-600 جنيه فده بيوفر لها فرصة يعني بالاخر كده الحكومة تتجه الى اقرار الدعم النقدي للفقراء ولمن يستحق بدلا من الدعم العيني للسلام لكن السيد وزير التموين طلع قال كل مواطم مصري الآن لديه بطاقة بطاقة تموين عليها عي لاثنين تلاتة اربعة من افراد الاسرة لن يلغدها لكن فيما هو قادم وفق توجه الدولة لا احنا هنقدم الدعم لفردين فقط من افراد الاسرة لكن اي بطاقة تموين حالية بعدد افرادها مش هنقلل الدعم عليه ده خلي بالك بيقولك في القانون انه لا يجوز اصدار قرار او حكم بأثر رجع وفي القانون ايضا يعني نتفلسف شوية في حاجة اسمها الوضع القانوني المستقر انا معايا بطاقة تموين عليها افراد وباخد دعم الحكومة بالي 20 سنة ما نفعش مرة واحدة كده لكن انا متفق على معنى لا تلغي دعم لكن توفر برامج حماية اجتماعية لالفقراء لو بتتكلم في 30% بتتكلم قرابة 30 مليون يعني يحتاجوا برامج حماية اجتماعية كبيرة ممكن تعمل لدخلهم متوسط كروت يركبوا بها مواصلات وهكذا ممكن تدلهم دعم نقدي خد فلوس واشتري السلعة بس ملاشة خفض السلعة زي البنزين يستفيد فيها الاغنياء والفقراء ترجمة نانسي قنقر